اشتركوا في القناة 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 اضافات من خلطة اضافة اضافة اكترا لكم اضافة اكترا لكم اضافة 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 بعد ذلك كمية قليلة كمية قليلة تقريبا مغرفة قهوة بودرة الخروب والبادي الكاكا ونخلطها مليحة تحصل على اللون المرغوب كمية قليلة كمية قليلة تحصل على我們 التي قمت بتحصل على قليلة متجهة كاملة كمية قليلة كمية قليلة تتضيف مستوى 1 قبل ان يشدنا القلاس جروحه هذا الشانتي اللي كنت درت لها بادي الكاكا ولا مسحوق الخروب درتها في بوش و جيت هنا نبدأ نضير خطوط كما راكم تشوفوا بها الطريقة من بعد بلك يغضون ولا نضير ذاهب و ايابا نتحصل على هاد التزين الرائع من بعد ندخلها للتلاجة و نخليها تبرد و تشد روحها مليح مليح عاد بها نقطعوها و نقدموها للصهرة و لا للضي هنا التحلية التعناه كما راكم نشوفوا بعد ما قطعتها جينا طبقات على البيسكويت طبقات على الكريمة و جينا الطبقات تاع القلاساج اللي يكون نادرناه المادة اقتحه يجي خفيف مشربة المادة اقتحه اكتر من رأيه هنا يقربت لكم بها تشوفوها كيفاش تجي تقطعوها مستطيلات و لا مربعات كما تبغوا تبقى لكم على حساب الرغبة تاكم ما بقى لغا نقولكم اخواتي ما تنسوش اذا اعجبكم الفيديو تعانها اليوم تدعمونا باللايك اشتركوا في القناة و فعلوا الجرس و ما تنسوش ابوني للقناة هكا بها تستفادوا من الوصفات و كما قلت لكم الوصفة هذه كنا حضرناها ببادل الكاكا و لا مسحوق الخروب الطبيعي اللي غادي تلقاوها في جميع المحلات اللي بيعوا لوازم الحلويات و الاحشاب نقولكم سلام عليكم و رحمة الله تعالى و باركاته